بالنسبة للقطاع العقاري الدولة بزلت جهد كبير وفيه مستثمرين كتير مصريين وإقليميين يعني ودوليين شغالين في القطاع العقار لكن فيه تكليف رئاسي بإطلاق لجنة لدراسة مقترحات تفعيل سنديق الاستثمار العقار سنديق الاستثمار العقاري برضه ببساطة الناس تبقى معانا عايزين نزق الناس على إنها ما تبدأتش تحط الفلوس في البنوك في الشهادات في الودايع في الأوعية للدخارية شيء من المجسفة عشان ما نخدش الناس بس السندوق الاستثماري العقاري دلوقتي فيه بنوك بتدير سنديق استثمارية العقاري وما زلك الناس ما تجيش جنبها يعني الناس تحط في المأمون الشهادة كل شهر هيجيلي كذا آخر السنة هيجيلي كذا إيه اللي وصلنا له في التوجيه ده التوجيه ده زكي جدا من الرئيس إنه السنديق الاستثمار العقاري لما تتشكل اللجان بتاعتها ومقترحتها ويبقى عندنا كتير والناس تشوف آه ده فلان حط ثلوسه ببساطة والسنة اللي فاتت والسنة دي جايله ربح كويس أو أحسن من البنك وآمنة وما فيهاش خسارة والاستثمار العقاري مش هيتوقف في مصر أنا كمان هحط ببساطة كده يعني تمام بس أولا خلينا نتفق إن صناعة العقار هي القلب النابض لإقتصاد المصري وإن هي فعلا اللي هو اللي تبان عليه العشر سين اللي فاتوا وإن هو استوعب الاقتصاد المصري كتير جدا واستوعب كل العمالة اللي جاية من الليبيا ومن العراق ومن هنا ومن هنا ما حسيتش أنت بيها مع العدد الزيادة السكنية اللي عندك وكل دور يقعولك وبرضو ما حسيتش بمشكلة البطالة نرجع بقى للموضوع السنة دي العقارية وإيه علاقتها بالاستثمار وإيه ارتباطها بالملف الأساسي اللي الدولة شغال عليه اللي هو ملف تصدير العقار هي السنة دي العقارية دلوقتي أو سنة دي هي أساسا معمولة عشان تصدير العقار إيه تصدير العقار؟ مش إن أنا أخذ العقار أو أديه برة لأ إن أنا أقدر أجيب عملاء أجانب ييجوا يشتروا عندي مش المصارين اللي برة لأ أجانب يشتروا عندي ومصر فيها مقاومات لتصدير العقار أولا دولة آمنة دولة مستقرة سياسيا وخصاديا وعسكريا وتم قضاء الأرهاب وموقعها المميز والسياحة اللي موجودة فيها سواء سياحة الأسار أو البحار اللي موجودة فيها والتقدم الكبير جدا لفصناعة العقار فده خلاك يشجع الدولة إنها عايزة تصدر العقار عشان تبدأ تعمل جلب للعملة الأجنبية طيب العميل اللي مرة ده هيجي عايزة تشير أشياء معينة هنا ولا هنا مش قادر يميز مثلا فالسندوق الاستثمار ده بيبقى لما بيكون بيات بحقيقة معينة أو بنك معين فالبنك ده بيبقى فيه خبرة يقدر يختار المشروعات المميزة جدا الناجحة ويبدأ يطرح عليها هذه الأسهم فالمشروعات الناجحة دي بتكون مشروعات متعددة لكن الأسهم دي لملاك مصريين ولا أجانب ولا ممكن كده وكده لا لا بالعكس هي الهدف الأساسي منها إن أنا أبيع للأجانب لا أنا مش بتكلم على الوحدات أنا بتكلم على أسهم السندوق الأسهم طبعا الأسهم دي هو الأساس منها إن أنا أصدر بيه إن أنا أجيب عملة أجنبية أجيب عميل أجنبي فهو لما بييجي البنك دوت أو الصندوق دوت إدارة الصندوق عاملة دراسة للسوق ومختارة أهم المشاريع اللي موجودة وبعدين بتبقى سلة سلة فيها مشروع هنا ومشروع هنا ومشروع هنا ومشروع هنا بحيث إن إيه زي ما أي واحد تنوع كبير تنوع وهذا التنوع ده بيبدأ يخلق لك جو حلو حتى لو حدت مثلا يعني ريحت شوية بس أنت عندك عشر مشروع أخرى تنفس طبعا يكونوا موجودين ده يختار هنا وده يختار هنا فبالعكس هي السندق الاستثمار ده الأساس منها إن هو التنوع وإن أنا أعمل جذب الاستثمارات ويبقى فيه ثقة وبعدين إنت النهار ده لو عامل جيش شير الشقة مثلا من بره حبي يبقى عايز يدور ويعمل إنما لو معاه ساهم أو مئة ساهم أو ألبسة بيقدر بيعهم في أي وقت بكليك بس يقوم بيع الأسهم بتاعته ويقدر ياخد فلوسه على طول فده طبعا أصبت جيديني بشمنز شرفتنا